اهلا بحضراتكم منتخب مصر خلاص يعني كلها ساعات ويبدأ استعداداته لتصفيات كاس العالم ان شاء الله 2026 بطولة كاس العالم بشكلها الجديد ان شاء الله التصفيات بالنسبة لنا هتبدأ في نوفمبر المقبل منتخب مصر مع اسكر دلوقتي في مدينة العين في الامارات استعدادا لمباراتين وديتين اقوية الحقيقة المباراة الاولى ان شاء الله هتكون يوم الخميس بعد بكرة قدام منتخب زامبيا والمباراة تانية ان شاء الله هتكون يوم الاثنين القادم قدام منتخب الجزائر في ديربي شمال افريكي خالص جمال بالماضي المدير الفني اللي منتخب الجزائر اتكلم عن المواجهة دي وقال ان هي تبقى ديربي ايا كانت مباراة ودية مباراة رسمية مباراة مصر والجزائر مباراة قوية جدا احنا من جانبنا كمنتخب جزائر وكالتحاد جزائر الكرة القدم كنا بنحاول ننصق المباراة دي من فترة طويلة لكن كان في بعض العرقيل وبعض الأزمات حالة دون إقامتها لكن احنا في النهاية سعداء بمواجهة المنتخب المصري الراجل كمان اتكلم عن منتخب مصر وعن قوته قال ان المنتخب مصري بيمتلك لعيبة كتير أقوية سواء محترفين أو بينشطه في الدوري المصري الممتاز بمناسبة مباراة الجزائر النهاردة تم الإعلان عن نفاذ تذاكر المباراة بالكامل من جانب المصريين الأماكن المخصصة للجماهير المصرية في المباراة خلاص خلصت كلها عن آخرها الجماهير المصرية الجلية المصرية الموجودة في الإمارات كلها طبعا متشوقة للمباراة الكبيرة دي ولمشاهدة منتخب مصر ونجمنا طبعا محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق لفربول اللي هيكون متواجد فيه إن شاء الله المباراة دي بعد وصوله النهاردة لمعسكر منتخب مصر محمد صلاح آخر المنضمين لمعسكر المنتخب الوطني إن شاء الله محمد صلاح هيكون جاهز لمباراة يوم الخميس قدام زنبيا وبعد كده إن شاء الله المباراة الكبيرة والدرب الشمال الأفريقي اللي هيكون يوم الاتنين اللي جاي قدام منتخب الجزائر على ملعب هزاع بن زايد المباراة طبعا زي ما قلت لحضراتكم هي على هامش استعدادات المنتخبين لتصفيات كاس العالم إن شاء الله في نوفمبر اللي جاي عارفين طبعا إن منتخب مصر ومنتخب الجزائر حسم وبالتأكيد أما كانهم في بطولة كاس الأمم الأفريقية إن شاء الله اللي هتبدأ إن شاء الله في يناير اللي جاي فيه كود ديفور والمباراة دي هتكون آخر بروفا بقى لتصفيات كاس العالم في توقف نوفمبر وبعد كده بقى التوقف بعد كده هيكون في يناير استعدادا لكاس الأمم الحقيقة شركة بريزنتيشن الشركة الرعية للاتحاد المصري لكرة القدم ولمنتخبنا الوطني أعلنت عن مبادرة زكية جدا ومبادرة مثالية المهندس سفي الوزير الرئيس مجلس إدارة الشركة أعلن إن شاء الله أي حد من الجماهير اللي اشترت تذاكر المباراة القادمة لمنتخب مصر قدام زنبيا أي حد من الجماهير عنده أطفال من سن 18 ليه 15 سنة وعايزين يحضروا أو يدخلوا أرض الملعب مع نجوم منتخب مصر فهيسجلوا أساميهم وهيتم عمل زي قرعة كده عشوائية لاختيار الأطفال اللي هتنزل مع منتخب مصر في أرض الملعب هتكون طبعا فرصة كبيرة وفرصة عظيمة جدا لكل أطفال من جماهير منتخب مصر اللي متواجدين إن شاء الله في المباراة إن هم ينزلوا مع نجوم منتخبنا الوطني وطبعا هيكون على رأسهم محمد صلاح النجم الكبير اللي الكل يعني بيحاول يشوف أي صورة مع صلاح أي حاجة مع صلاح هيكون في فرصة لطفل سعيد الحظ إن هو هينزل ماسك إيد صلاح ونازل أرض الملعب باختيار عشوائي يعني مش شرط يكون بيلعب في نادي مش شرط يكون بينتمي لأي مكان هو مشجع رايح يتفرج على المباراة ممكن حظه السعيد ينزل برفقة محمد صلاح وطبعا كل النجوم منتخبنا الوطني الحقيقة كمان فيه بخصوص تدريبات منتخبنا النهاردة المنتخب أدى ميرانو بشكل طبيعي وبمشاركة كل اللاعبين لكن محمد صلاح ما كانش موجود لإنه لسه راجع أو لسه منضم للمعسكر إن شاء الله صلاح بكرة هيشارك في الميران الأخير استعدادا لمباراة زنبيا وبعد كده مكمل المعسكر إن شاء الله استعدادا لمباراة الجزائر طبعا روي فيتوريا تكلم عن أهمية المرحلة دي وأهمية فترة الإعداد اللي هتكون دلوقتي في الإمارات بيشيد طبعا بالمعسكر وبالتنظيم الجيد وبكل الأمور التنظيمية قبل المباراة وبيتمنى بقى إن المنتخب يقدم مباراتين كبار بعد ما تلقى الخسارة الأولى قدام منتخب تونس في التوقف الأخير اللي كان في شهر سبتمبر هنا في استاد القاهرة دي كانت أول خسارة لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا إن شاء الله بنتمنى التوفيق لمنتخبنا في المباراتين الوديتين وبعد كده إن شاء الله بدءا من نوفمبر وداية المشوار الطويل مشوار تصفيات كاس العالم 2026 اللي الأول مرة هتشهد مشاركة 48 منتخب وهتقام في أمريكا وكندا ومعهم كمان المكسيك دي كانت تخطيطنا لآخر أخبار معسكر منتخبنا الوطني في الإمارات بنشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل إن شاء الله في تخطيط جديد موسيقى موسيقى